نروح لحالة الطقس وأكيد طبعاً حضراتكم محاسين بالبرودة اللي حصلة خلال 48 ساعة الأخيرة الهوى طبعاً شديد شويل مدي إحساس أكتر أو شعور أكتر بالبرودة ولكن التنبقات الجوية بتبين أن البلاد بداية من بكرة هتتعرض لانخفاض أو موجة من انخفاض درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية هتنخفض درجة الحرارة من 3 درجات لأربع درجات يعني مثلاً بنتكلم بكرة القاهرة والواجه البحري العظمى 18 يعني العظمى 18 والصغرى 10 درجات طبعاً ممكن تقل في بعض الأماكن وفي أوقات معينة من الليل سواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 11 وهكذا نتكلم على شمال الصعيد 19 العظمى 8 درجات درجة الحرارة الصغرى جنوب الصعيد 26 درجة الحرارة العظمى و10 درجات درجة الحرارة الصغرى فواضح أن من بكرة يبقى فيه برودة شديدة في الصعيد خصوصاً بالليل وفي الصباح البكر برحب دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهئة الأرصاد الجوية دكتور محمود مساء الخير زي حضرتك؟ مساء الخير أستاذ عمر على حضرتك وعلى كل استاذ المشاهدين الله يسلم حالك واضح كده أن التنبؤات الجوية واضح أن الموجة من بكرة انخفاض يعني 3-4 درجات إن شاء الله من بكرة هتتحول وتتغير الحالة الجوية اللي احنا تعودنا عليها على مضار عشرة أيام أو أسبوع فات تحرضنا طبعاً زي ما لحظنا الموجة كانت دافئة وكانت مائلة للحرارة على بعض المناطق لكن بداية من الغد إن شاء الله هتبدأ تتغير الكتة الهوائية اللي بتأثر علينا بشكل كامل هنتأثر بكتة الهوائية الشمالية هتمر من على البحر المتوسط قد تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء بنفس الوقت هيبدأ يظهر عندنا المعتاد في فصل الشتاء وهو توالي المنخفضات الجوية اللي بتكون موجودة في الطبقات العليا للهواء الوضعية دي بالفعل بتؤدي إلى بعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي بيتحدد تأثيرها على مصر على حسب تعمقها داخل أراضي المصرية الحالة اللي متوقعة نتعرض لها بكرة إن شاء الله تأثيرها بالأكتر هيكون من حيث الأمطار على السواحل الشمالية للجمهورية بداتا من الغد إن شاء الله أو على مدار الساعات القليلة القادمة هتبدأ السواحل الشمالية للجمهورية تزداد عليها فرص وكميات الأمطار هتصل للبابين المتوسطة للغزيرة والرعضية أحيانا اللي ممكن يتساقط معها حبات البرد خاصة على الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح أيضا هتصل الأمطار أقل حدة على مناطق الساحل الشمال الشرقي زي برسعيد ودميات وشمال السيناء وأيضا هتصل لمدن القناة وبعض المناطق الموجودة فيه جنوب الوجه البحري ده بداية من الغد إن شاء الله وبما فيها القاهرة الكبرى؟ القاهرة الكبرى هتبدأ يوم الأربع إن شاء الله فرص الأمطار هتستمر زي ما هي بنفس الكمية على السواحل وهتزداد الكمية جنوبا حتى أستطيع متوقع أنها تصل للقاهرة إن شاء الله لحد دلوقتي الخريط بتشير إنها يوم الأربع على القاهرة هتكون خفيفة ولكن ورد مع التحديثات الجديدة تزداد فرصة القاهرة أو تضعف هذا اللي إحنا بنتابعه وبنبلغ حضراتكم بأول بأول لكن مبدئيا بكرة أمطار من متوسطة لغزيرة السواحل الشمالية الحديثة الشمالية الشرقية وبعض المناطق مثلا في المناطق الشرقية من مصر والدلتا ومن الأربع هيكون كل ده مع القاهرة الكبرى بالفعل إن شاء الله ده عنصر الأمطار اللي هتقدمنا من بكرة أيضا في عنصر تاني مهم اللي حضرتك أشرت إليه وهو انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من الغد يعني القاهرة هتكون عليها العظمة 18 درجة مئوية بعد ما سجلت اليوم على سبيل المثال 21 درجة مئوية وفي يام وسط 25 والله من 3 أربع تيام بالفعل الكتلة الهوية هتتغير بكرة بشكل كامل هتبدأ كتلة الهوية شمالية هتنخفض معها درجات الحرارة أيضا منطقة زي جنوب الصعيد كانت تتسجل 30 درجة مئوية حتى اليوم غدا هتكون 25 بعد غدا هتوصل لـ 21 الصغرى تمانية ده يعني ساعة ساعة نعاكس على درجة الحرارة خلال ساعات الليل فهتبدأ نلاحظ الأجواء الشتوية بامتياز سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل عنصر كمان مهم وهو نشاط الرياح اللي هيبدأ يظهر من الغد وحتى الأربعين إن شاء الله نشاط رياح على أغلب مناطق الجمهورية نشاط الرياح مع الأجواء الباردة دي بيدينا مزيد من الإحساس ببرودة الطقف هيديني أيضا اضطراب في حركة البلاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج بداية من مساء الثلاثاء هيصل لـ 3 أمطار ويوم الأربعاء هيزداد ويمكن يصل لـ 5 أمطار على البحر المتوسط وقد يؤدي أيضا لبعض الاضطرابات في مناطق متفرقة من البحر الأحمر نشاط الرياح أيضا غدا من ممكن يؤدي إلى إصارة البعض الرمال والأتريبة لكن على المناطق الجنوبية زي شمال وجنوب الصعيم بأبرز العناصر اللي هتكون مصاحبة الحياة الجوية المتوقعة غدا بإذن الله متشكر جدا لجد حضرتك معنا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية